تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الغد مع بقائها أعلى من معدلاتها المعتادة بعدة درجات والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الغد مع بقائها أعلى من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام بعدة درجات ويكون التقس لطيفا ومشمسا في أغلب المناطق مع تراجع متوقع في نشاط الرياح الشرقية بإذن الله ويتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الأربعاء والذي يتصادف مع آخر أيام فصل الخريف فلكيا بحيث يسود تقس بارد نسبيا وغائم جزئيا في أغلب المناطق نهارا وتتهيأ الفرصة مع ساعات العصر والمساء لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق وبخاصة المناطق الشمالية أما خلال ساعات الليل فيكون التقس باردا في أغلب المناطق مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق بمشيئة الله نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري